السلام اسمي يوسف قصير ومحبا بكم في حلقة جديدة من سوليما ستوريز اليوم سنهضروا على تيفي شو الأخر من نتفليكس اللي واخد القصة دياله من البرسوناج ديال أخسين لوبا الباطل ديال القصة اللي لعبوه او مارسي كي تانسبير من هاد البرسوناج إلا كمتو بقي ما شفتوهش سيلو وشوفوه لأنني فادر ريفيو ما غادش ننصحكم تمشيو تشوفوه فوالا باش نجيكم من الاخر علاش؟ لحقات هاد تيفي شو ناقصوا واحد العمق في الكتابة والحوار كيفاش نقدر نقول الحوار دياله بحل ديال شي موسلسل فرنسي ديال الحد بالعشية الكلمة اللي كاتشرح مزيان المشكل ديال الكتابة في هاد تيفي شو هي الكلمة الفرنسية غوكمبولاسك وعقله مزيان على هاد الكلمة ديال غوكمبولاسك لأن عليها طالع القصة ديال أخسن لوبين تعريف ديال الكلمة غوكمبولاسك هي مغامرة مليئة بالمستحيلات ولا الاحداث الواحد صعيب انه ثيقة زعما معيقة الشخصية ديال أخسن لوبين غادي تبان لأول مرة في المجلة ديال جوسيتو في الف وتسعمائة وخمسة الكاتب موريس لوبلون غادي يطور هاد الشخصية لهاد المجلة اللي كانت بحل عدد ديال المجلات في ديالوقيته تينشروا قصص قصيرة باش يشوقوا القاري ويدفعوه باش يبقى وفيه الشخصية ديال أخسن لوبين هو جنتلمن كومبغيو لغ يعني كيفاش تقدرون ترجموه تيها هادي هي شفار شفار ولكن كي يلبس مزيان وبطبيعة الحال شفار كي يشفر غير من اللي يلبس عليهم وبعا عندو الدوق الرافع وكيفهم في اللوكس وما كيشفرش المدرح هو خبير في الدقيزمون يعني كيقدر يبدل المظهر ديالو تعماما من ناحية السوبر باورز هاد اللعيبة ديال الدقيزمون هي بحالي لقلتي لانترايد غام ديال القدرات الخارقة ماشي شي حاجة وباش يربح التعاطف ديال القراء دائما المغامرات ديالو واخاها هو شفار كي تشيف تجاه ديال مساعدات الضعفاء ولا المظلمين إنه فارس شهم زيما الكاتب موريس لبلون غديجيب جوج ديال هاد القيصص اللي غادي يساهموا في النجاح ديال هاد الشخصية في فرنسا أول ابتكار هو غادي يحكي القيصة من وجهة النظر ديال الشفار علوك في ديالوقت كانت القيصة غالبا كتكتب من وجهة النظر ديال يعني كيكون القارئ بحاله بحال الشخصية الرئيسية كيحاولوا يلقاه الحل للألغاز فلوكا ديال أرسين لوبين القارئ من الأول عارف شكون هو المجرم والتركيز كيكون على كيفاش غادي يخرج راسو من المواقف المستحيلة ولا المواقف غوكمبوليسك بقعوا عاقلين على غوكمبوليسك راح باقي غادي نحتاجوها في القيصة ديالنا الإنوفيشن الثانية ديال لوبين هو أنه غادي يحاول يخلينا نتيقو بالوجود ديال أرسين لوبين هو كيقدم شخصية دياله على أساس أنه فيس تلاقة معه وهو اللي كيعود لي المغامرات دياله باش يكتبها وينشرها بحالة البساج ديال قسة اللولة دياله حلقة تحت عنوان لارسين لوبين ولا قدرنا ترجموها نهار تشد سيئا كينو عرسين لوبين يقرر ال linen الحصبية للك سيئة دائما انها قرارة إلى غير شقة في انها تشخصية حقيقية وان هاد المغامرات وقعت ديال بالصح. قاعدو كل اشياء من قدرو تولي اشياء ممكنة. وعلش لا. دبا ارالية من جاية هاد الصيفة واخد المصدر ديالها من اسم. من غير المعنى ديالها اللي شرحتو في الاول هي صيفة ديال واحد ديال الكتابة خاص بهد المسلسلات الروائية اللي كانت تخرج في المجلات. مبني على اساس انه جميع القيصص خسادسة لكليف هانجر. اللي هو واقعة اللي غادي تشوق القارئ باش يشريوا المجلات ديال اسبوع اللي من بعد منو. هاداك العيبة ديال شنو? سامرة هي الاب ديال حسام. وبينسيغ القارئ يشري المجلة اللي من بعد ما شعرف حسام وسامرة شنه هي العلاقات ديالهم. وهاد ستيل غادي ياخد سميتو من واحد شخصية ديال الكاتب الفرنسي بيغ آليكسيس بانسان دو تيغاي اللي غادي يكتب المغامرات ديالها في القرن تسعتاش. ولي البطل ديالها سميتو. يا الله راكم عارفين. غادي نقولو انه عنده واحد شوية ديال تشابه مع الشخصية ديال القرن عشرين ارسل لوبا. المغامرات ديال غاكمبول غادي تلقا واحد النجاح كبير. والاسم غادي تحول الصيفة لغاكمبولاسك. باش نختم هاد البودكاست. التيفي شو ديال نيتفليك ما عجبنيش لحقاش ستيل ديال كتابة غاكمبولاسك ما تعجبنيش اصلا. والتي انتم تقدرو تكون عندكم ادواق مختلفة. يالله. تشالنج واقعي لدي لاد الحلقة هو انكم تطيروا جملة مفيدة باستعمال غاكمبولاسك في الكومنتز. نذكركم بالمصادر ديال البحث في هذه البودكاست كلها متوفرة في الديسكريبشن. ولا بغيتوا تقرأوا المغامرات ديال اخسين لوبا الاصلي ردرت لكم لونيان تا هو. ولو ما كنتوش مشتركين في القناة وعجبكم المحتوى ما تنسوش تشاركوه. ونتلقاوا في حلقة جديدة ديال سينيما ستوريز لأسبوع الجاي. بسلام عليكم.